الشفافية لم تتحقق في ملف الموصل بدلالة الجثث المدفونة وهي بالآلاف في المدينة القديمة وسط كميات من الألغام لم يجري التحرك لتنظيفها بالرغم من مضي فترة طويلة على أعلان التحرير هناك عوائل كاملة مدفونة تحت البيوت المقصوفة بقسوة ولا أحد يسأل عنها لأنه لا يوجد ناجون من تلك العوائل ليأتي ويسأل الجثث المتعفنة بحد ذاتها هي استمرارية للحرب ضد المدنيين تعالوا وقولوا للعراقيين ماذا جنيتم من مؤتمر الكويت بالأرقام وما هي حصة المدن المحطمة من تلك الاستثمارات الموعودة عبر القروض المعلنة قلوا لأهالي المدن المنكوبة متى يمكن أن يعود الأهالي لبيوتهم أو متى ترفع الآليات الثقيلة الأنقاض لكي ينام الناس في بيوتهم المحطمة أفضل لهم من نوم الخيام في البرد والحر أعطوا للناس أفقا زمنيا ملموسا وموعدا افتراضيا للأمل بانتهاء استمرارية نكبتهم المسألة لا تقاس كما ظن كثيرون بأن أقصف وأهدم لطرد تنظيم متطرف وأسحق معه ثلث العراق من دون أن يرمش لأحد جفن الخراب العظيم وغياب خطط الإنقاذ والبناء هي النتيجة التي كان تنظيم داعش أو سواه يرمي الوصول إليها لتسيل عودته إلى المدن المنكوبة والمفككة دائما ترجمة نانسي قنقر